بسم الله الرحمن الرحيم يا صباح الخير على حضراتكم الأحد 30 يناير 2022 يا رب ان شاء الله يكون يوم جميل وكله سعادة وبهجة وفرحة صباح الفل على حضراتكم جميعا كل مشاهدي هذا الصباح على شاشة أكسرا نيوز في كل مكان في العالم واللي بتفرجوا علينا على مواقعنا على سوشال ميديا واللايف ستريمينج النهاردة طبعا يوم مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين نهاردة ان شاء الله هنتابع بعد ساعات قليلة مباراة منتخب مصر والمغرب في الدور الربع نهائي دور التمانية ان شاء الله يا رب تكون مباراة جميلة نستمتع بأداء بطولي وحلو لمنتخبنا وان شاء الله يا رب نختم المباراة واحنا كلنا فرحانين ومجبورين بمناسبة المتشاط والمتابعة هنتكلم عنها وانتكلم في فقرة طبعا الرياضية كمان مخصصة ان شاء الله نشوف كده مع بعض التوقعات بتشكيل الفريق النهاردة وبعد كده الملامح عن المباراة اللي فاتت وازاي ممكن نستفيد منها في الفاضل ان شاء الله لكن في البداية بصبح لحضراتكم جميعا بصبح على كل زملائي في هذا الصباح وأكيد الصباح والتحية موصولين لزميلي همم صباح الخير همم صباح الخير عليكم مشاهدي ومتابعي هذا الصباح على اكسرانيوز في مصر وكل دول العالم النهاردة حلقة بداية الاسبوع الوظيفة حلقة يوم الحد عندنا العديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة بالإضافة لفقراتنا الثابتة فقراتنا الخدمية فقرات الطقس وفقرات الرياضة اللي حنتوسع شوية النهاردة في الرياضة بمناسبة المنتخب المصري في مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب المغريبي أيضا عندنا فقرات نقاشية متعددة ومختلفة يا ربك على هذا الصباح صباح خير وبركة وفرحة على كل العالم يا رب النهاردة في تمام الخامسة ستبدأ مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب المغريبي والحقيقة كل متابعة كرة القدم وعشاق كرة القدم في العالم بكلهم تقوص في مشاهدة المباراة المهمة في بعض الناس بتفضل أنها تشوف المباراة لوحدها في البيت وفي بعض الناس تحب تنزل على القهوة يعني تنسق مع أصدقائها وتنزل تفرج على القهوة في بعض الناس بيفضل يعودوا في البيت وتفرجوا مع الأسرة الحقيقة التقوص مختلفة ومتنوعة ومتعددة لكن في بعض الناس بتاخد الطقس أو بتنظر إلى هذا الطقس بحكم أو بما أنه تفاؤل أو بحكم أنه متفائل بأعدة معينة متفائل بحالة معينة بيكون عايش فيها وبيفضل يعملها سواء أنت شايف هذه الحالة أنت تتفائل بيها أو أنت بتحب تعملها فبتأكيد لك طقس خاص وانت بتتفرج على مباراة كرة القدم ده بالنسبة للرجالة بالنسبة للسيدات في بعض السيدات بيفضلنا رؤية ومشاهدة ومتابعة مباراة كرة القدم لكن أنا أظن أن الغالبية العظمى من السيدات أمنا ما بتفرجش على المطشوات إلا المطشوات المهمة المتعلقة والمنتخب المصري لا تظن براختك بقى زي ما أنت عايز الظن دمش علي الظن ده لا يندرج علي وعلى كثير من السيدات والفتيات المواطنات المصريات ليه بقى بقول المصريات لأنه لما الموضوع يتعلق بمنتخبنا لا بتلاقينا كلنا وقفين يعني بنتفرج وبنتابع والدعوات بقى ما قولكش كل بكم يعني المطشوات المتخب المهمة آه انت مقولك الش المتخب متشوات المهمة لمطشوات المهمة المطشوات المهمة للمتخب ممكن نعيدي يا أستاذ لو سمحت الجزء الأول من المقدمة ممكن نضيف اللقاء عشان النسب على همام قال المنتخب ولا لأ لم أقولتش المتخب متشوات المتخب المهمة أنا بعترف أنه طبعا كثير مننا فعلا كسيدات وفتيات مش مش انتو يعني كرة القدم قوي والماتشات قوي لكن حقيقي لما الموضوع بيبقى فيه منتخبنا الوطني لأ ده احنا بنتابع ونهدم ونتفرج وزيكم بنقعد نخطط من قبلها نتفرج على الماتش فين طب معنا نقعد في البيت كده ونديها بقى بوب كورن وحاجات سقع ونقعد ندابع على الماتش مش دي الحالة بتاعة الماتشات يعني بتاعة البوب كورن كل واحد وحانتو مش دي الحالة يعني عاز اقولي حاجة منها انا بكرة في اسناء الماتشات احد يفضل جانبي خصوان لو زوجتي يعني وتفضل تسألني هو مين اللي بيلعب هو دي تسلل ولا لا دي اوف سايت ولا لا دي جون ولا لا يعني ايه فار فكرة ان الناس تفضل تسأل او ستات يفضلوا يسألوا اجوازهم او ازواجهم يعني في اثناء المباراة شغالة انا اظن ده ما بتكونش لطيفة بالنسبة للرجال الناس بتكون مهتمة او مجدودة للماتش اللي شغال وعايز تفرج عليه وفي هذه الاثناء بتلاقي اسئلة احنا بنظن او بنعتقد او بنشوف انها بداية بنظن او بنعتقد او بنشوف او بنتصور او بنتصور اربعة هتفضل لك فضلك وحدة نظن ونعتقد ونتصور انها بداية بتكون فعلا بداية للامانة للامانة اللي همام بيقولوا مش قادر غلطوا فيه او يعني حاولت لقي سكة كده او مخرج كده عشان اناكف همام زي ما بنعمل كالعادة بس للامانة هو فعلا هو برضو انا كتير جدا من أصدقائي برضو بيقولوا نفس الفكرة إنه مش بيحب كراجل قوي إنه هو يبقى عد وقت المطش وخصوصا بقى في الدقيقة الحاسمة الرهيبة اللي هي كلنا مش عارفين ناخد نفسنا قوي من كتر التوتر يعني والسترس وتلاقي مثلا لو جنبك أختك زوجتك حتى والدتك أو كده وتسأل بقى هو دي حصلت ليه هو يعني إيه بانل تي هو طب اللي حيتلعب دلوقتي هو مين اللي حيلعب دلوقتي يعني أنا عارفة إنه دي حاجات بتبقى شوية يعني بتضايق حبكي أذكر بقى رايب كنا نتفرج على مطش المتخب تتكر وتتذكر في حد جان بيقول لي مش ده وقى الجمعة اللي بيلعب وقى الجمعة تزال أظن من ٢٠١٨ إحنا كنا ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١ أو ٢٠٢١ يمكن شبهه يا همام مفيش عندنا في المنتخب شبه وقى الجمعة يمكن حد شبه يا همام فالأسئلة البداية اللي زي ديت مش عايزة أقول بيتنكد على الراجل اللي هو بيتفرج على المطش لكن بيتخرجوا من الحالة الشدة اللي هو بيكون فيها حضراتكم اللي أخذين همام متحفز قد إيه ده إحنا لسه لسه قبل المطش لسه بـ ٧٨٩ ساعات يعني أنا لأ أنا بحاول أتخيالك وقت المطش بتي بعمل إزاي أنا بحب أتفرج لوحدها لما أنت قبلها بكذا ساعة ومتحفز كده واللي هو تحسباً اللي هو هو أنا مش بتعصب بس هتعصب احتياطي على أن لو حد بكر يسألني سواله دي رسالة على فكرة يا حد يسألني ساعة المطش دي رسالة آه دي رسالة طيب مدام همام يا مدام همام أرجوكي حضرتك دلوقتي بس تاخذي بالك ياريت وقت المطش لنمي العيال وتخلي تعالي لي والله يتنوريني والله تعالي تعالي إحنا نرغب نتفرج ونسأل بعض مع بعض كده لا بس أنا في المنتخبات لما بتلعب ببقى يعني إلى حد كبير إلى حد كبير يعني يعني ببقى يعني شوية فهمة اللي بيحصل إيه يعني وطبعا أكيد كتير بسأل يعني فكرة بس الفكرة اللي بيترحى اللي همام بدأ بيها الموضوع إنه المود إيه والحالة إيه اللي بتحب تتفرج بيها على المطش طبعا دي حاجة بتفرج جدا من حد للتاني أنا أعرف ناس فعليا هما رجال للحقيقة يعني وقت المطشات المهمة دي لو منتخب أو حاجات المطشات المهمة دي بجد بيقولك أنا مستحيل أتفرج مع حد لازم أعود لوحدي وقافل علي الباب لأنه أنا ممكن من التوتر أعمل حاجة يعني ممكن أخبط حد بحاجة وممكن أعمل حاجة ده إكستريم شوي يعني ده اللي هو الحتة اللي هي فيها تعصب جامد جدا وإنت بتتفرج على الكرة القدم أو المباراة لكن في ناس تانية تقولك لا بالعكس ده هو حلوته ومتاعته إن أنا أتفرج مع مجموعة مع صحابي المود التاني اللي بنتكلم عليه مود تحب تبقى قاعد في بيت وهوم سكرين كده وقاعد بتتفرج ولا تبقى قاعد على كافية أو على قهوة بلدي وسط ناس كتير قوي فيا رب يا رب الفرحة بتبقى فرحة الناس كلها تحس الأرض بتزلزل تحت رجلك كده وإنت بتقول هي والهتفات دي كلها أو تحب إنه يعني أو لو فيه مثلا اللعبة مش حلوة تتلعبت قوي وتحس إن الناس كلها متعطفة معك والناس كلها متضايقة زيك يا رب ما بقى فيه أي مدايقة النهاردة يا رب النهاردة إن شاء الله كلنا نستمتع أيا كانت الحالة أو الامبيانس زي ما بيقولوا كده الحالة اللي حواليك وإنت بتتفرج على ماتش النهاردة وإنت بتتفرج على ماتش النهاردة إن شاء الله يا رب بتبقى حالة حلوة جدا ونتبسط نتفرج على مطش حلو قوي زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة ان شاء الله عندنا فقرة نتكلم فيها عن المطش في النهاية مننا احنا لازم نكون وراء المنتخب خلف المنتخب بنشجع المنتخب برغم لا حتى لو كان فيه اخطاء حتى لا قدر الله لو خسرنا النهاردة احنا وراء المنتخب فيه تصفيات كاس العلم المطش الأخير لكاس العلم هيكون رايح جاي مع السنغال وبالتالي هنكون وراء المنتخب سواء كسب ان شاء الله النهاردة او لقدر الله خسر النهاردة وفي النهاية ضمطش أمام المغرب البلد العربي الشقيق المنتخب المصري والمنتخب المغري بأي مكان الفائز فنبارك لهذا الفائز وحض أوفر للخاسر أمامنا مرحلة جديدة وأمامنا مرحلة هامة أيضا هي التأهل لنهائيات كأس العالم هتكون في نهاية شهر مارس القادم نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب المصري خلانا نروح لسمر معنا النهاردة وهتقول لنا أخبار التقس سمر صباح الخير ربنا يكتب لنا إن شاء الله الفرحة النهاردة ويكتب للمنتخب الوطني الانتصار خلينا ننتقل للتعرف على أولى خدمتنا اليومية اليوم مع حالة التقس هذا الصباح حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار انخفاض الحرارة لأسود تقسم بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر مائل للبرودة أيضا على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيع على وسط سيناء هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأيضا نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مثيرة ويمكن أن تكون هناك بعض الرمال والأتربة على فترات متقطعة أيضا أما الآن فنستعرض درجات الحرارة في القاهرة تكون درجة الحرارة الصغرى 8 درجات والعظمى 16 درجة في الأسكندرية الصغرى 10 درجات والعظمى 16 درجة في مطروح الصغرى 8 والعظمى 15 أما في بورسعيد فالصغرى 8 درجات والعظمى 17 درجة بالانتقال إلى شرم الشيخ تكون درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 19 في الغردقة فتكون درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمة 19 في الأقصر درجة الحرارة الصغرى 7 درجات والعظمة 18 أما عن أسوان فتكون درجة الحرارة الصغرى 8 والعظمة 19 درجة للتعرف أكثر على حالة التقص لليوم ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة مونار قاني معضة المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير عليك يا دكتورة مونار ونتعرف من حضرتك على حالة التقص النهاردة صباح الخير على حضرتك كتابة Denise Thomar وصباحاً في الثمان على كل إستاذة المشاهدين أحنا الحمد لله بنجهد استقرار في الأحوال الجوية بدأنا نلحظ بيادة الفترات بتوع أشعة الشمس على كافة مناطق كذورية تحسن في درجات الحرارة عن الأيام الماضية لكن لسا درجات الحرارة بتكون أقل من المعدلات الصباحية اللي احنا متعودين عليها دايماً في قصة الشتاء في حصة هذا الوقت من العام عشان كده الطقس ثلاث ساعات النهار هنقدر نصوف أنه طقس بارد على صباحنا الشمالية للبلاد محافظات الوجه البحري أيضاً محافظات شمال السعيد والصاهرة الكبرى بيكون معتدل الحرارة على محافظات الجنوبية زي جنوب السعيد وجنوب سيناء ده طبعاً خلال فترة التفاض خلال فترة الليل انصفات ملخوطة بأفضربات الحرارة والتقسد يكون شديد الوجودة على كافة مناطق الجمهورية اللي بيوصل أحياناً لحد الثقيع على بعض المناطق الموجودة في شمال السعيد ووسط سيناء وبعض المدن الجديدة لأن درجات الحرارة في المناطق دي بتنخفض لأقل من خمس درجات نعم بالنسبة لفرصة سقوط أمطار دكتورة منار هو اليوم طبعاً متوقع فرص سقوط الأمطار يعني أمطار نحن دايماً متعودين عليها فاصل الشتاء على سواحنا الشمالية الغربية وتحديداً مطروح والأسكندرية أيضاً بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري ذلك البحيرة وكفر الشيخ ودقهلية هي أمطار خفيفة متوسطة بتختلف من منطقة الثانية وتبقى دايماً على فترات متقطعة اليوم خلينا نقول أن هناك نشاط رياح على أغلى مناطق الجمهورية هيكون تقريباً بعض الظهر هيدينا رمال مطارة أو هيأثر علينا برمال مطارة يكون محمل برمال مطارة خاصة على الصرق الصحوية والأماكن المكشوفة لكن إن شاء الله ما فيش منه ألأ مش هيأثر على الرؤية الوصية بشكل خلفوص خاصة على الظاهرة الكم طبعاً متوقع تقرار هذه الأجواء يعني على مدار هذا اليوم بسيء من التحصل في درجات الحرارة من جمال مع يوم الأربع الخدم توصل الحرارة على الظاهرة القبلة لـ 19 درجة مقوية والأجواء الشوية المستقرة كميات الأمطار غداً ممكن تمتد إلى الداخل لكن إن شاء الله هي أمطار خفيفة مش بتأثر على أعمال الأنشطة نعم بتواجه إليكي بجزيل شكر دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية على هذا الكم من المعلومات شكراً جزيلاً لك أما الآن مشاهدين فعودة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع زميلي منا وهمان شكراً لك شكراً جزيلاً يا سامر دلوقتي مشاهدين نروح نشوف معايد قطارات من وإلى الواجه الإبلي والواجه البحري شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك من موعد القطارات من وإلى الواجه الإبلي والبحري إلى فقرتنا الرياضية الثبتة كل يوم صباحاً في هذا الصباح على مدار الأسبوع لتفكير أنفسنا وحضراتكم بأهمية ممارسة الرياضة ونشجع بعض عليها كابتن مروان الغامري مدرب اليقاء البدنية بدأ معنا من فترة في هذا الصباح سلسلة من الفقرات اللي ليها علاقة بالفنون القتالية والدفاع عن النفس والملاكمة كمان والحقيقة أنه ثلاثة مرتبطين ببعض أو فيه تمرينات معينة مشتركة ما بين الثلاثة كل مرة بنشوف معاه زاوية مختلفة أو تمرينا جديدة ممكن نكتسبها في الدفاع عن النفس والملاكمة النهاردة هيستكمل معنا هذه السلسلة في التقرير التالي يا صباح الخير يا صباح الجمال على كل مشاهدين اكترا نيوز أنا كابتن مروان الغامري النهاردة يا شباب هنكمل في فقرة رياضية اللي احنا نتعلم زاقي ندرب بوكس نتعلم الملاكمة بمعنى صح احنا زا مقولنا المرة اللي فاتت يا شباب لما نيجي نقف في وقفة الاستعداد أو وقفة البوكسنج خلاص اقف بالشكل ده اهم حاجة خلاص ارجع ورسنه هو واقف مع زميني اضرب الجاب واضرب الكروس وزمينة يرد علي جاب كروس اللي هي بوكس شمال بوكسنج احيال وان براح دو ها وان دو تاني وان دو عشر تاني ها تاني تاني ها كله ركز معايا تاني تاني فور ها عشر فايف جود سيكس ها تان سيبن ها بصي ده يا شباب اعملها ازاي اتكزوا معايا في الحاجة دي قوي خلاص احيال وان تو يالله اخر مرة طيب دلوقت انا لعبت الجاب ولعبت الكروس خلاص المرة الفاتت والحلقات الابلاه احنا تعلمناها الشادو تعلمناها على الهوى خلاص عشان نعرف نعمالها دلوقتي احنا دلوقتي بمطبق طيب هنعمل حاجة حركة كمان اضرب الكروس لمين وهوك شمال اضربها بالشكل ده واهم حاجة يكون بقف على مشت رجلي لمين ولف رجلي بالشكل ده مع ايدي تاني احط كروس تاني كروس تاني كروس هوك تاني وان تو ها وان تو وزميل يا جرب معي ها حط وان تو تاني وان تو تاني تاني وان ها بص بالعب ازاي ها شايفينها شباب الديفنس بتاعي الهم حاجة اهم من كل ده خلاص الواقفة بتاعتي يكون قافل ديفنس على وشي كويس قوي يعني ما فيش ملاكم بيلعب تمام وهو منزل دراعه وفتح وشي واقف كده لا الملاكمة مش كده خالص الملاكمة ليها تكنيك صح المفروض اللي انا اطبقه بالحرف خلاص وبالاخص الديفنس بتاعي عشان ما تصابش عشان ما فيش اي اصابة جيري وبعد كده نقعد نبداي والكلام ده كله هيا الاصابات دي طبعا يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الاول والاخر بس انا مش عايز احطي في نفسي ده انا خليني في اللانا في اللعبة زي المداربين اتعلمنا والملاكمة ماشية كده احنا نتنمشي عليها بالاخص كده خلاص هنجرب تاني يا شباب وحط بقى جاب وحط الكروس وحط هك شمال تاني ها وان تو سفري وارجعتين ها وارجعتين ها ها يلا فور ها تاني فايف ها ها اسرة ها ها سكس ها 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 ده بام 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 وان تو سري عايزة عاملها بصرح بام بام وان تو سري طبع يا شباب هنستخدم الابر كت برضو اي قد استخدمها مع عزميلي برضو تمام اوفي حمدت تمام ايدك فوق زي ما انت خلاص اطرب الابر يمين من هنا في الدلع ها طبعا هو عشان هو قفل بس هو زي دي كده هيتضرب عشان اشرحها لكم انا هالمفروض لا تدرب هنا بحطها هنا في الدلع بلفوز برضو وسط بيا وان وارجع تاني احط وان يبا انا بفسر مسافة احط الجاب وارجع احط ابر يمين وارجع افرد الجاب تاني اهو وان تو سري براح وان تو سري افرد الجاب احطها بشكل اسرع احطها بشكل اسرع واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة انا اوسع الافر ده شوية والفل من ناحية ديني اضرب الله اضرب الله اضرب خلاص طيب انا اعمل تكنيك كمان يا شباب اوكي اضرب الجاب واضرب كروس يخط فيلي بوكس شمال ارجع احط بنت احط كروس اهو ارجع افاول واحط اي اسمها فنت يعني انا من فعلي لان مش بفاق يعني انا مش بارجع ورا جبن او حاجة لا انا بلعب لانا بعمل غير الديفانس حاجة اسمها فنت الفنت ده انا بارجع بيها خاط ورا اللي انا بفادي ضربة عشان احط ضربة يعني باضرب مع الضرب بالشكل ده ارجع ارجع ثلاثة 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 وممكن بقى ازود وراها ابر شمان وراها يعني فيما صح اللي انا عايز اضرب تمام اخب بوينت يعني انا هشوف مثلا اضرب الوجش اضرب في تشاست اضرب في البط اضرب في الدلع خلاص عشان اكسب نقطة وعشان الدربة تكون مؤسرة صح خلاص يعني مش الهدف اللي انا عايز اضرب في الديفنس بس الكاميرو انوبركينا فاسو الى نصف نهاية بطولة كأس الامر الافريقية واليوم سيتحدد المنتخبان المتأهلان الى النصف الاخر من كأس الامر الافريقية سواء كانت مصر او المغرب او غينيا الاستوائية او منتخب السنغال اخبار اخرى متعلقة بكأس الامر مع سمر الزهيري سمر شكرا لك همام والبداية مع بطولة كأس الامر الافريقية اشتركوا في القناة تأهل اشتركوا في القناة هذا وتأهل منتخب بوركينافاسو إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف النظيف خلال اللقاء الذي جمعهما بملعب رمدي أدجيا بمدينة جاروة حيث سجل اللاعب دانجو وطارا هدف الفوز لبوركينافاسو في الدقيقة الخامسة والأربعين وينتظر المنتخب البركيني في نصف النهائي الفائز من مباراة سنغال وغينيا الاستوائية يواجه منتخب نصر اليوم الأحد نظيره المغربي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدورة ربعا نهائية من كأس الأمم الأفريقية وكان المنتخب الوطني أدى ميرانه على الملعب الفرعي لستادي أولمبيا استعدادا للقاء المرتقب وأسننت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة مباراة مصر والمغرب لطاقم تحكيم سنغالية بقيادة ماجيت ندياي حكم ساحة كانت نتائج المساحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي أظهرت سلبية جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من الإصابة بكورونا مواجهة عربية مثيرة تجمع بين منتخب مصر وشقيقه المغربي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي الفراعنة تأهل إلى ربع نهائي بعد التفوق على كوديفوار بركلات الترقيح عقب انتهاء الأشوات الأصلية والإضافية بدون أهداف في دور الستة عشر ونجحوا في إظهار قدراتهم الحقيقية أمام الأفيال وتقديم عرض رائع وذلك بعد فترة من الانتقادات بالسبب الأداء في دور المجموعات أما منتخب أسود الأطلسي قدموا مستويات مميزة خلال فعليات البطولة حيث تصدروا جدول ترتيب المجموعة وعبروا إلى دور الثمانية بعد قلب تأخرهم بهدف أمام ملاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف لعبة الأرقام وتاريخ المواجهات كسرته مصر عام 2017 وفازت بهدف نظيف في آخر مواجهة بين المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية أما آخر انتصار للمغرب على مصر في أمم أفريقيا فيعود إلى بطولة بوركينافاسو 1998 عندما فاز الأسود بهدف النظيف متابعة جماهيرية كبيرة وموقعة فنية من العيار الثقيل نظرا لتوافر الدولي محمد صلاح في قائمة الفراعنة والذي يرى الكثير من مشجع كرة القدم أنه الأفضل حاليا في العالم في الوقت ذاته ينظر فيه آخرون إلى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب أنه أفضل ظهير أيمن في العالم يمتلك منتخب مصر ومنتخب المغرب العديد من النجوم ويأتي في مقدمتهم محمد صلاح وأشرف حكيمي نتابع في هذا العرض أبرز أرقامهما ترجمة نانسي قنقر يلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية حيث أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم ساد يوماني جاهز للعب أمام غينيا الاستوائية وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في دورة الستة عشر والتي انتهت بفوز السنغال بهدفين دون رد وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى ربع نهائي بعد فوزه على مالي بركلات الترجيح أما المشاهدين فالآن نعودة لاستكمال باقي فقرات ستوديو هذا الصباح إليك همام شكرا جزيلا لك يا سمر ونرجع لك على رسل الساعة إن شاء الله في مجازة الأخبار شكرا النهاردة أو زي النهاردة يوم 30 يناير بس في 2016 رحلت عنا عالمنا فنانة كبيرة جدا 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 وهي من أطلق عليها معجزة السينما المصرية الطفلة الجميلة الشائية يعني منوهية صغيرة منذ نوامة أظافرها زي ما بنقول والحقيقة إنه بقت مشهورة جدا وده كان شيء غريب في الوقت ده إنه طفلة صغيرة تصبح نجمة كبيرة كده وذاتها صيت وشهرة كبيرة جدا الكل أول ما ظهرت تنبأ إن هي حتكون فنانة بارعة وسوبر وإن هي تبقى يعني لها شأن كبير جدا في عالم الفن عموما بنتكلم طبعا عن الفنانة الجميلة فيروز من أحد من أشهر نجمات السينما واللي حصل إنه يمكن هي أو ليه الناس دايما لما تقول فيروز على طول تفتكر فيروز الصغيرة مع أنها كبرت برضو وتزوجت وأنجبت بس هي لأنه فيروز اتشهرت وتعرفت وهي طفلة صغيرة شقية وجميلة وموهوبة ورهيبة يعني في الشقاوة والتقليد والسكتشات اللي كانت بتقدمها وحتى التمثيل كمان لكن الحقيقة إنها اعتزلت في سن صغير جدا فالجمهور تفضل طول الوقت تفكرها على آخر حاجة شفها فيها في السينما وهي طفلة صغيرة أو يعني في بدايات مرحلة المراهق صحيح من أسرة أرمينية تعيش في القاهرة ولدت بيروز أرتين كلفيان المعروفة بفيروز في 15 مارس 1943 وشقيقتها الصغرى هي الفنانة الكبيرة نيلي منزلها كان أو في منزلها كان صديق والدها الفنان الكوميديا الراحل إلياس مؤدب بيعزف الكمان فلاحظ حركتها الاستعراضية مع أولى خطواتها بمسارتها الفنية تبنها الفنان الراحل أنور وجدي فنيا غير اسمها من بيروز إلى فيروز ووقع عقد مع والدها بمقتضى هذا العقد بيمنح فيروز ألف جنيه عن كل فيلم طبعا ألف جنيه كان رقم كبير وقتها أول أفلام فيروز كان ياسمين عام 1950 كان عندها فقط سبعة أعوام حقق الفيلم نجاح باهر أيضا فيلم دهب هو الأشهر بمسارتها الفنية استمرت عشرة سنوات فقط قدمت خلالها عشرة أفلام اعتزلت الفن مبكر جدا سنة 1959 بعدما قدمت آخر أعمالها بفكر في اللي نسيني وتزوجت من الفنان بدر الدين جمجوم وودعت الطفلة المعجزة فيروز محبيها في 30 يناير عام 2016 بعد صراعها مع مرض الكلا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات طرحت في الفترة الأخيرة مجموعة من قطع الأراضي المخصصة تحديدا للنشاط الصناعي ودف عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية والحقيقة أنه لما بيحصل ده على طول بيجي على بنا تساؤل مهم جدا إيه هي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص المطلوبة للحصول على قطعة الأرض دي وعمل نشاط الصناعي عليها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة خدمات المجتمعات العمرانية حددت مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة عشان تقدر حضرتك تستخرج ترخيص لبنى مشروع صناعي أو حتى لو هو قائم المشروع بس عايز تعمل أي تعديل عليه أو توسع المشروع في الإنفو جراف أو العرض التالي هنعرف مع بعض ما هي الأوراق المطلوبة لاستخرج ترخيص بناء مشروع صناعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المطر في اطلاقه في عمومه خير وبركة لكن على الجانب الآخر في بعض السلبيات بعض المساوئ بعض الأخطار اللي ممكن يسببها المطر من هذا المنطلق أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن حرصه على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء في كافة الجوانب نتيجة للأحوال الجوية المرتقبة التي تتعرض لها البلاد المرصد شدد على اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار لضمان عدم تعرض أي من المواطنين لحوادث من قبيل السعق بالكهرباء من خلال تأمين مهمات الشبكة الكهربائية علشان لا تمثل أي خطورة على سلامة المواطنين خلينا نشوف بعض هذه النصائح في سياق هذا الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا حوالي 8 ساعات بتفصلنا عن مباراة هامة جدا جدا بيترقبها وينتظرها جميع المصريين وهي مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الوطني المغربي في الرمع النهائي الدوري 8 ساعة 5 إن شاء الله تكون هذه المباراة عن هذه المباراة والتشكيل المرتقب وبعض الأمور الأخرى الرياضية قطعا سيكون لقاءنا مع ضفنا كريم من الأستاذ محمد البورمي الناقض الرياضي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدات العزاء في الخميسة من مساء اليوم تتجه الأنظر والعيون والقلوب والأفئدة صوبة يا ويندي عصمة الكاميرون لمتابعة مطش أو مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب المغربي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية في دور التمانية دور ربع النهائي الفائز من هذه المباراة سوف ألتقي منتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في دور النصف النهائي مصر والمغرب هي مباراة مكررة في كأس الأمم الأفريقية طول الوقت آخر مرة كسبنا فيها المغرب كانت عقدة طول الوقت المغرب لكن آخر مرة كسبنا فيها المغرب كانت عام 2017 بهدف محمود كهربا بتأكيد مباراة مهمة للغاية كل الجمهور المصري والمغربي والوطن العربي وربما الأفريقي هيتابع هذه المباراة الهامة نتكلم عن هذه المباراة والتشكيل المتوقع والأداء المتوقع من المنتخب المصري مع الأستاذ محمد البورمي الناقض رياضي أستاذ محمد صباح الفل صباح الفل أحرق صباح الفل على كل سادة المشاهدين احنا شفنا أداء منتخب الوطني أمام كودفور يعني برضو كالعادة وده لازم يحصل يكون فيه تباين في الأراء لكن في المجمل كنا مبسوطين وردين هل عشان كسبنا فإحنا ممكن نبقى تغاضين على الحاجات فنية ممكن البعض يراها خصوصا المتخصصين اللي زي حضراتكو مش عارفة بس في المجمل كنا فرحانين هل بتتوقع أنه النهاردة قبل من نتكلم في توقعك عن تشكيل المنتخب النهاردة إن شاء الله هل تتوقع أنه إن شاء الله يا رب يعني نأمل ذلك ولكن هل تتوقع أنه حنحافظ على نفس مستوى الأداء اللي قدمنا به البطولة الهيلة اللي لعبنا بيها قدامنا كودفور يعني أتوقع أنه إحنا هنكمل بنفس المستوى خاصة أنا أعتبر مباراة كودفور دي البداية الحقيقية للجيل الحالي هو حتى لو كنا خسرنا أمام كودفور وده وسؤال مهمة يعني أعتقد كتير هيتطفقوا معا فيه حتى لو كنا نبقى راضيين جدا لإن إحنا كان فيه شوية ألأ من الجماهير على المنتخب أداء المباراة الأولى خسرنا أمام ناجيريا كسرنا أول مرشين التانين لكن الأداء نفسه ما كانش هو الأداء اللي إحنا بنتمنى للمنتخب الروح اللي كانت موجودة مش ده الإحساس اللي إحنا نحسه منتخب مع الألأ بعده لسه من كيروش واختياراته والغمود اللي شوية بيحب به في قراراته لكن في وقرات الكودفور كل الكلام ده أعتقد ما بقاش موجود كان فيه روح قوية جدا لدى اللعبين وكان فيه إسرار كبير جدا هذا هو الأداء الفني كمان ما كانش فيه لعب كتير في التشكيل التشكيل الطبيعي المفترض أنه كان يحصل من أول اليوم حصل في مطش الكودفور وكان فيه إسرار كمان عند اللعبين كبير جدا هل بتتوقع أنه يبدأ نفس التشكيل حتى لو حمدي فتحي مصاب بيبدأ بحد في نص الملعب في مركزه في مكانه الطبيعي بدل اللي احنا كلنا بنشوفه قبل كده في مطش نيجيريا تحديدا هو ممكن هيميل أكتر لزيزو يعني هو هيبدل ممكن عمر السلاية المباراة الأولى أمام كودفور كان عنده أدوار هجومية أكتر عكس حمدي وإنه يمكن أنه كان قوي بيساعد شوية في اللجوم لكن حمدي كان ملتزم جدا بيه تغطية المركز الدفاع في وسط الملعب أعتقد أن عمر السلاية يقوم بدور حمدي فتحي لكن هيدخل مكان عمر السلاية يدخل أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو قدم مباراة جيدة جدا مباراة كودفور لما نزل عمل انتعاشة كبيرة جدا في وسط الملعب فأعتقد أنه هيبدأ بيه إلا لو كان هو حابب يلعب نفس الشكل فهيممكن يدخل مهنج لشين مثلا في وسط الملعب مكان حمدي فتحي لكن أنا أعتقد أنه بيفكر أكتر في زيزو لأنه كمان زيزو بيقوم بالأدوار الدفاعية بشكل كويس وليقته كويس جدا بيبدأ المجهود كبير في المناسب المجهود كبير جدا بيلعب ناحية يمين وبيلعب ناحية الشمال يعني في الدفاع بتشوف أن دي أحسن اخسيرات ممكن يعملها يعني أعتقد أن أحمد سيد زيزو هو أفضل حد هيعود حمد فتحي في المكان ده بخاصة أنه هيدينا دفع هجومية كبيرة جدا وكمان مع المرتدات بيعملها بشكل كويس وعنده ما شاء الله ليقتل بدنية جيدة عنده سرعات متميزة جدا فبيقدر يساعد بشكل كبير كمان هو عنده تنوع يعني يدير لعب ناحية الجناح اليمين ناحية الجناح الشمال مش بس كصنع العاب أو كلعب وسط تالت مثلا في وسط الملعب مع النني وعمر السلية فهو يزيزو أعتقد أفضل حد هيعود حمد فتحي مع عمر السلية أو النني هو اللي يقوم بأدوار الدفاعية بدأ الحمد يفتحي محمد صلاح بتتوقع النهاردة منه إيه أو متوقع منه إيه النهاردة احنا متوقعين تقول قسم الكتير من محمد صلاح يعني أنا متفاهم إن ده ضغط كبير على صلاح وخاصة هو يعني ده أول بطولة بيحمل شرط قيودة منتخب مصر فده ضغط كبير على صلاح بس ده قدر صلاح يعني هو صلاح وأفضل لعب في العالم حاليا وأفضل لعب مصري في التاريخ يعني فبالتالي إحنا الجمهور متوقع منه كل حاجة كويسة مش يأخذوا الكرة من الجن الجن طبعا فيه مبالغ فيها لكن وجوده في الملعب شخصيته في الملعب تشجيعه اللاعبين زميله بيديهم ثقة بيديهم إسراره إن هم يكملوا وجوده كمان في الخط الأمامي صناعة اللعبة أو التسجيل بيفرق كتير جدا مع منتخب مصر أكيد متوقعين من محمد صلاح أنه هو يقود منتخب مصر مكان محمد صلاح في مطش النهاردة يمكن يكون هو محور اللعب سواء محمد صلاح أو أشرح حكيمي بوفيل طبعا في المنتخب المغربي تشكيل مصر الأساسية في أمام مباراة أو في مباراة كودفوار كانت كده علشان العناصر اللي كانت موجودة في منتخب كودفوار اللي بتلعب في أندية كبيرة وأندية عالمية المنتخب المغربي بالتأكيد عنده عناصر هيلة زي زي ما قلت بوفيل عنده أشرف حكيمي ومعظمهم في الناحية ونصيري ومعظمهم في الناحية اليمين نحية أحمد صلاح هل ممكن أحمد صلاح يستغل وراء أشرف حكيمي الجناح الأيمن علشان يعني يقدر يستغل الخروقات الدفاعية اللي ممكن تحصل في منتخب المغرب هو أنت كده ما كشفتش الخطة على الهواء وعلى الملأ وعلى العلم هو مسنين همام اللي يكشف همام كشف الخطة بتاعتنا دلوقتي نحن نعمل يدي دلوقتي ممكن نغير وخطة طالس نبلغكم ازاي دلوقتي اللي لازم خطة تتغير نغير وخطة طالس نخلي حمد صلاح راس حارة نخلي حمد صلاح راس حارة نخلي حمد صلاح راس حارة يعني هو مفيش تغيير كبير جدا في التشكيل آه يعني ممكن هو المنتخب المغربي شوية أغلب الهجمات أو أغلب شغلة بيكوننا حكيمين طبعا حكيمي لعيب هو يعني من أفضل ثلاث أفضل ثلاث زهراء أيمن في العالم كله مع أرنلد ومع يعني هو حاليا من الأفضل فبالتالي هو كمان بيقدم بطولة جيدة جدا فيكون فيه تركيز كبير جدا عليه يعني أنا مشفقة لحمد فتوح النهاردة بصراحة يعني أنه يلعب على أشرف حكيمي بيسيبوا المنتخب المغربي شوية عنده مشكلة فيه خط الدفاع أنه هما بيسيبوا مساحات كبيرة جدا وعندهم مشاكل في التغطية العكسية فيعني كل الحاجات دي أعتقد نوكره شي بيواخد باله منها هيقدر يستغلها كمان فكرة التركيز على محمد صلاح أو التركيز الأكبر على مغضغط على محمد صلاح بيدي فرصة أكبر لزهور لعبين تنين يعني أعتقد لو عمر أو قدرنا نستغل لعمر مرموش مثلا في الاختراقات من العمق وما برضه عندهم مشاكل في العمق ونلعب نفس طريقة مصر تقريبا تقريبا بنلعب نفس الطريقة فإحنا لو لو قدرنا نلعب من العمق شوية أو البينيات ونعتمد على صلاح فيها مع سرعات زيزو أو لو ترسجي لعب أو عمر مرموش في السرعات اللي بنعملها فنقدر نستغل المساحة اللي وراء خط الدفاع خاصة حكيمي لأن حكيمي تقريبا بيقوم بـ يعني 50% من الأدوار الهجومية لمنتخب المغرب تقريبا كل اللعب وكل التركيز بيكون عليه ودي نقطة ضعف قدم هي نقطة إيجابية للمغرب إن إحنا عارفين ده ده واضح عندهم يعني ده نقطة ضعف اللي موجود عندهم أهمية مباراة النهاردة يا أستاذ محمد هل زي ما كان همام بيشير فكرة أنه إحنا مع المغرب بالذات مش هقول كان عندنا عقدة بس يعني كان فيه شد وجازب كتير في اللعب وصد المنتخب الوطني المغربي ولا كنا برضو ما أخذناش لم نحصل على كاس الأمم أفريقية من 2010 يعني أهمية المباراة النهاردة إيه يعني أنا ما بشوفش المغرب بعقدة بصراحة يعني بدايتها من القرن الحالية سنة من 2000 لحد نرجحنا لعقدة المغرب مش العكس لا إحنا كلنا فاكرين منتخب كان 2002 ما خسرناش ما خسرناش من المغرب بس مثلا في 2006 كانت معنا المغرب في المجموعة وفزنا بالبطولة في 2017 لعبنا المغرب وصلنا للنهاية وفي 92 خسرنا صحيح من المغرب وخدنا البطولة فبالعكس أنا بشوف أن المغرب لا والشها حلو علينا أيا كانت النتيجة يعني فممكن إن شاء الله كنوا الشها حلو علينا وعفوا يعني العقدة بورك نفسه قدام تونس مثلا تونس ثلاث مرات خربه صعب جدا موضوع صعب أشكد أنا أقوله وكان شد وجذبة بس ما كانتش بالنسبة لنا عقدة لا مش عقدة بالأكس يعني نشوف هنا حاجة إجابية جدا لنا عفلز محمد المغاراة بين مصر والمغرب إحنا تقابلنا أو إحنا كسبنا ثلاث مطشاط في مقابل 11 مرة للمغرب صحيح معظمها أظن في تصفيات كاس العالم أو في مطشاط أخرى لكن في كاس الأمم حتى لو قسرنا إحنا بنعمل نتيجة إيجابية في النهاية 86 هدف تهرب جيد خزنا برضو بالبطولة فأنا بالعكس أنا أشوف أن المغرب في كاس الأمم أو في كاس الأمم 86 بالعكس أشوفه وشها حلو علينا إن شاء الله تكمل كده على فيه وشها حلو علينا لكن أهمية البطولة عموما للجيل الحال المنتخب مصر أنها هتديله الثقة اللي إحنا محتاجنا مشكلة المجموعة الحالية أنها أو فيها عدد كبير جدا من لعبين أول مرة يشارك بطولة إفريقيا ما عندوش الخبرات الكافية وما عندوش ما كانش لسه عنده الثقة الكافية فإحنا يعني بعتبر مثلا ليكو دوفور مثلا هي البداية الحقير للجيل الحالي لأن إحنا بقلنا فترة طويلة ما كسبناش منتخب إفريق كبير وفي 2019 خرجنا من خرجنا من جنوب إفريقيا فكان فيه مشكلة عند المجموعة دي التجهيز اللعيبة دي كتير منها أجيال جديدة كتير منها شباب لسه صغير بلعب في أول بطولة ففكرة أنك تفوز على منتخب قوي زي كودوار بتديك دفع كبير جدا تديك سكك كبير جدا تعلي سقفة محاطة كمان أنت أنا مصري أنا منتخب كبير لا أدر أفوز الأداء كان أداء كويس أمام كودوار خصوصا كودوار فيها لعيبة كلهم تقريبا لعيبة بلعبوا في نابولي ومشيسر وينايتد وابلعبوا أقوى في أفل بطولة في الخمس دوريات الكبرى في العالم وبالتالي أداء المنتخب كان أداء راقي بالذات مزبوط هو ده اللي كنا دايما يبنون عليه إن إحنا مش منتخب صغير آه أنتوا مجموعة جديدة لكن إحنا مش منتخب صغير لازم تلعب بالثقة دي لأن ده العادي بتاعنا ده الطبيعة بتاعنا هم الحمد لله يعني استجابوا ده مشوفنا إن الضغوط بالعكس أنا شوفت الضغوط بقيت إيجابية أكتر لأنه ده ظهر في مباراة كودفور لأنهما كانوا حابين كمان يوصلوا لرسالة للجمهور خليوكوا ورانا إحنا يمكن أنا طبعا بشيد بالمبادرة لأنه ما فيش أهل وزمالك هو منتخب مصر بس فيه هدى الوقت آه يعني أتمنى أنه يتم غالك قبل ما نسأل سؤال تاني عن مباراة النهاردة برضو ونسمع كده قراء بعض لسادة المواطنين في موضوعكم لم ندردش فيه في أول الحلقة وحسألك برضو هتفرج على ماتش فين النهاردة وتحب تفرج على ماتش مع ناس ولا لوحدك ولا هنسأل في كل ده بس سؤال هل هل الضجة الكبيرة أو عدم فهمنا خلينا نقول لتفكير ودماغ مستر كيروشو ده كانت حاجة طبيعية مدرب بيديد جاي فإحنا في النهائية عايزين برضو لسه ما كناش فهمينه قوي هل بعد عدد المباراة اللي لعبناها دي قدرنا نفهم أكتر طريق تفكيره عاملة إزاي استراتيجياته وبتبقى مبنية على إيه هو المهم أنه هو يكون هو استراتيجيات واضحة لنفسه يعني أنا يعني إحنا بالنسبة لنا هيوات حالين المهمة هيوات حالية هو لأننا مش شايف نحن عندنا مشاكل أنا بلا شايف المجموعة الحالية ودائما دائما محيّة المجموعة الحالية هي أفضل مجموعة جاتل منتخب مصر من فترة طويلة جدا يعني بعد جيل التاريخ بسبب العناصر الجديدة اللي فيها بسبب العناصر الجديدة والأسماء اللي موجودة إحنا عندنا في كل الخطوط لعبة كويسة أفضل من المتخب 2019 وأفضل من المنتخب اللعب 2017 فالمجموعة الحالية دي مجموعة ممتازة جدا وكروش مدرب عنده سيفي كبير جدا طب فين المشكلة؟ المشكلة كانت فيه هو مش في حاجة تانية عموان يعني هؤصدت المرحلة كويسة نسبت على موضوع كودفار والتشكيلة خلينا مسلم حمد نروح نشوف اراء بعض الجمهور في الشارع عن مبارات المنتخب المصري امام المنتخب المغربي والله اتمنى ان احنا نعمل ماتش زي ماتش جودي فور احنا حقيقي كنا عاملين ماتش اداء كويس من فترة واتمنى ان احنا بس مشكلتنا في اللمسات الاخيرة احنا بنمضي الهجمة كويس واتمنى ان احنا بس يعني الهجوم او ان احنا نقدر ننهي الجملة بشكل افضل احسن منه اتمنى ان اللعيبة تلعب بالروح قوية ان هي تلعب ما تلعبش على اساس انها تبع اهلي او زمالك لعب العكس ان هي تلعب باسم المنتخب مصر وان شاء الله المنتخب يفوز بذن الله وان شاء الله يبقى احسن كمان من الاداء بتاع الماتش اللي فاته واللعيبة كان نازل عندها روح في الملعب ونازلين عندهم ثقة كبيرة ان هم هيكسبوا اصلا فما كانش هممن حد ولا لعبة محترفة ولا اي حاجة الحمد لله اللعبة تبع على قد المسئولية ويلعبوا بنفس الحماس يعني وما يحطوش في دماغهم الحتة اللي هي بتاعت المغرب وكعبهم علي علينا والكلام ده لا الناس تكون رجالة في الملعب تلعب ماتش بماتش وما نفضلش عايشين كدير على موضوع كوتيفوار ده لانه هو ماتش وراحة انت لو خسرت بكرة ماتش المغرب طوالك انك عملت حاجة يعني كل اللي فات راحه وبعدين احنا ما ننساش ان احنا اداءنا كان وحش جدا ندر الاول فاحنا مش هنبني على الاداء اللي ماتش كوتيفوار بس يعني بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب بتاعنا ويفوز باذن الله ويرفع رأسنا لفوق ان شاء الله احنا مش هنبني على ماتش كوتيفوار بس وده يمكن اللي كنا حتى لسه من شوية بنقوله انه اه هو اداءنا اداء منتخبنا فيه في مباراتنا مع كوتيفوار اتدينا دفع طبعا وحسستنا بطيقة جدا في نفسنا لانه احنا لعبنا كويس قوي مع فريق تقيل لكن برضو مش هينفع نبني على ده البس وكنا بنكلم في النقطة دي من شوية مزبوط شايف النهاردة اكبر تحدي ممكن يبقى قصاد اللعيب ايه؟ ان هم يكملوا بنفس المستوى اللي ظهر عليه كوتيفوار ان هم يفضلوا هم عندهم اسرار حاليا حاليا ان هم يقولوا ان احنا عندنا حلم نحنا ناخد البطول عندهم في دافع كبير انهم ياخدوا البطول وهم مهم ان هم يكملوا بالشكل ده مهم كمان ان هم يوصلوا رسالة للجمهور ان احنا حتى لما نلاعب السنغال في المباراة الفاصلة احنا اكبر من السنغال احنا منتخب اكبر من السنغال احنا اسم كبير واسمه مهم في الكورة إحنا يعني سبع ألقاب بس إحنا سادة تقرر بس إتبقى بثقة نلعبهم بثقة مش بغرور عشان إحنا لينا سألين حوادث أبليكينا زمان كنا بنلعب برضو بسنس فيه غروش شوية وثقة زيادة في النفس فكان فيه استسهيل لا إحنا بنتكلم في المراضي نحن يبقى عندنا ثقة نحن ننصد كمان في إمكانياتنا لأننا فعلا شايف المجموعة الحالية دي مجموعة متميزة بالنظر المجموعة الحالية فيه عناصر جديدة ظهرت في المجموعة الحالية محمد عبد المنان عمر مرموش وصحيح كان من قبلها بشوية لكن ظهر وتقلق خصوصا في مطشي كودفوار كان أدى شوت أول هاي عندك عمر كمان عبد الواحد أدى مفاجأة كبيرة بصراحة زيز وكنا متوقعين لكن أثبت جدرته أيضا في البطولة إيه المكاسب اللاعبين من بطولة كاسي الأمر السقة السقة الكبيرة لأخداف نفسهم كمجموعة كمان المجموعة الحالية دي ممكن ذكت من شوية من الحاجات السلبية قبل البطولة إن المجموعة الحالية دي ما لعبيتش مع بعض متش تحضير ليه أمم إفرقيا فتاخدوا أغلب المجموعة دي حتى لو روحوا قاسل العرب وأخذوا مكاسل أمم بالزبط فهم ما لعavedوش مع بعض المجموعة دي خلاص انت دلوقتي عندك شكل ثابت للمنتخب عندك تشكيل ثابت للمنتخب بيدخل اللاعبة بتخرج لعيبة لكن spent عندك شكل ثابت عندنا ما كسب كبيرة جدا يعني النهاردة مثلا إصابة محمد شناوي ربنا شفيه ويرجع أفضل إن شاء الله لما لعب أبو جبل كان نجم مباراة وتصدل ركل الجزاء ومحسسناش خالص بإصابة الشناوي اللي حصلت وقلوبنا وقعت طبعا خوفا على الشناوي وخوفا على بقية المباراة محسسناش خالص إن في حالة حصلت وده مثلا دي إيجابية للمنتخب محمد محمود الوينش لما تصاب لعب محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم هو مفاجئة البطولة بالكامل وطبع من أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن دخول أيمن أشرف لما لعب كان كويس أحمد فتوح لما رجع أضاف كتير جدا وكان الناس بتنتقد أو بتتحفظ عرف عن الفتوح في الشقة الدفاعي لكن في مطشن كودوفور أنا بالنسبة لي منقو زماتش طبعا يعني هو لعب على أخط يعني أفضل ثلاث لعبا في كودوفور ومع ذلك قدروا إن هو يواجههم وكان أفضل منهم شكرا أسر محمد من قبل 2019 سنة 2019 بمدة مش كبيرة قوي سمعنا الدولة المصرية بتتكلم على خطط تطوير في مناطق كثيرة جدا في أنحاء الجمهورية. وبعدين سمعنا اسم مثلة ماس بيرو. وهنا الحقيقة الناس كتيرة قوي قارت لك ايه اللي حيحصل بالزبط. الفكرة حتى بصفة عامة انه يعني اين طور منطقة سكنية. طب والناس دي هتعمل ايه? والناس دي هتروح فين? والمنطقة هتتطور ازاي? طب ما الناس هناك سكنة بقالها سنين. وبعدين كنت تسمع من بعض الاهالي نفسهم كان فيه كم كبير جدا من التخوف لا احنا هنطلع من هنا واحنا هنرجع تاني طب واحنا نروح مكان تاني. طب ما هنا اقرب لأشغالنا. وده تخوف طبيعي ومنطقي جدا ومشروع جدا جدا. والحقيقة انه الطريقة اللي اتعاملت بيها الدولة المصرية انا داك. في التواصل مع المواطنين من ساكني هذه المنطقة. منطقة مثلة ماس بيرو. كان في المنتهى التحضر والرقي. لانه ما كانش فيه حاجة اسمها انه سؤالك ماروش لازمة او مايفعش تسأل او سؤالك مش مشروع. بالعكس. كان فيه شرح وتوضيح خطوة بخطوة. ايه الخطط اللي هتحصل من قبل ما يحصل اي حاجة. من قبل حتى ما نتكلم معهم عن اي حاجة. ايه الخطط اللي هتحصل. شكل هذه المنطقة بعد التطوير. الاهالي اللي حيتم نقلهم بشكل مؤقت حيروحوا فين. ايه الخيارات اللي قدامهم. لانه فيه اكتر من خيار كان موجود. وطبعا كل وسائل الاعلام انا داك اتكلمت عن ده. ثم الشكل النهائي ان شاء الله لهذه المنطقة بعد التحضر. ولما بنتكلم على فكرة انه المناطق الغير امنة. المناطق اللي فيها عشوائية في البناء. وعشوائية حتى في الشكل. وبعدين حتى دي منطقة حيوية جدا. انت على بعض امطار من ماسبيرو. تيفيزون المصري نفسه. اللي هو يعني من اجمل الاماكن والمناطق اللي ممكن تكون ماشي فيها. على نيل القاهرة على طول. عندك مداخل ومخارج بتدخلك على الزمالك والمهندسين. يعني منطقة حيوية جدا. فانه يحصل فيها هذا التطوير. وفي زمن قياسي جدا. وان شاء الله المنتج النهائي يكون شيء صار جدا جدا. ده موضوع كان لازم نتابعه. وحبينا في هذا الصباح نتكلم فيه. ونعرف النهاردة الدولة المصرية وصلت لفين في التعامل مع تطوير مثلث ماسبيرو. ضفنا كريم اللي بنوارنا في الستوديو. المهندس نسيم سليم. مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو. صباح الخير يا اهلا بخير. اهلا بخير. اهلا بخير. في البداية خلينا نتكلم عن او بما وصلت الي هذا المخطط و هذا المشروع. تطوير مثلث ماسبيرو. نعرف ايه تفاصيل المشروع وما وصلتم اليه في المخطط. هو في البداية طبعا كان قرار جريء من فحمد الرئيس عفتاح سيسي بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو. منطقة مثلث ماسبيرو كانت منطقة عشوائية ذاتها خطورة من الدرجة التانية. طبعا كانت حرصه الشديد على توفير سكن آمن للمواطن المصري. امر بالتطوير. بدأت محافظة الكاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير مناطق الحضاءة العشوائية في تحديد الملكيات الموجودة للناس اللي كانت موجودة. وحصر الملكيات كل واحد. وشافت رغبات الناس. في ناس خدت تعويض مادي. في ناس خدت وحدات سكنية في أماكن أخرى. في ناس قالت لا احنا عايزين نرجع تاني منطقة مثلث ماس بيرو. احنا مرتبطين بالمكان وعايزين نرجع. وطبعا الدولة قالت ماشي حاضر. ولبينا طلبهم وبدأنا بالعمل في شهر 6 2019 في منطقة الإسكال البديل. منطقة الإسكال البديل دي عبارة عن أربع أبراج سكنية. أربع أبراج موجودين. في منهم برجين خاصين بالسكن البديل. اللي هما للناس اللي كانت رغبة في العودة مرة تانية إلى منطقة مسلس ماس بيرو. دي عدد وحدات عندي 936 وحدة. احنا فعلا الدولة وعدت الناس. وأوفت بالوعد. كانت الناس بتشكك في قدرة الدولة المصرية وعدم صدق الكلام. بس كان الكلام ده كله عاري تماما من الصحيح. الناس وقتها بشمالتها كانت معذورة؟ يعني بتجارب سابقة وبحكومات سابقة وبأنظمة سابقة. كان الموضوع كان أعلن مرارة أن تكرارة يتم تطوير المنظر. ووقتها في 2016 و2017. ما كانش فيه نموذج عملته الدولة. ومن ثم الناس شافوه. فاقتنعوا وبقى عندهم ثقة أن الحكومة هتعمل كده. لكن بعد ما شافوا اللي حصل في الأسمرات واللي حصل في أماكن مختلفة في الجمهورية خلاص الثقة دي بقت موجودة عند المواطن. أن الدولة هترجعوا مكانه. بل بشكل أكثر أدمية وأكثر حضارة. هو طبعا فخامت الرئيس كان حريص كل الحرص. أنه أدي القرارات الحاسمة والناس يعني خدت ثقة في كلام الدولة المصرية. والكلام موجود حقيقة دلوقتي. الأبراج موجودة في الطبيعة. عندنا برجين موجودين بارتفاع 18 طابق. 936 واحدة. الواحدات هتكون مشطبة تشتيب كامل. بحيث الساكن هيجي هستلم الواحدة بتاعته. مفتاح الواحدة بتاعته. هجيب الفرش بتاعه ويسكن. طبعا الأبراج الموجودة دي تشتيب يعني أعلى من الإسكال الاجتماعي. أعلى من الإسكال الاجتماعي. طبعا الكهرباح تلفونات كله. 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 ده كنت حاسع لحضرتك فيه لأنه الرئيس من فترة الحقيقة كان بيتكلم وكان بيكلم بحزم قوي في النقطة دي. وكان بيقول مفيش سكن يتسلم لمواطن إلا وهو مكتمل الخدمات. والبني يعني مفيش حاجة اسمها لنا سلم مواطن وحدة سكنية واقوله استلم بس كمان أربع شهور الكهرباح تدخل. استلم بس قدام إن شاء الله الغاز حيدخلك. لا. كله يدخل مع بعض. فده ينطبق على مثالة سبيرو. مية. تلفونات. غاز. كله. نظام عددات مسبقة الدفع. وده نظام جميل جدا. طبعا المنطقة المسلس مسبيرو في منطقة الإسكال البديل برضو. في عندي في برجين تنمين خلاف الأوراج بتاعة السكن البديل. في برج سكني عندي استثماري وحدات برضو. لو حد عايزي أنه يمتلك واحدة سكنية في مسبيرو. هتبقى موجودة إن شاء الله بنعيد خطة تسوقية لهذا البرج. وفي برج إداري برضو عندي موجود في منطقة الإسكن البديل. يعني معلش سؤال يا بشمانس. الأربع أبراج سكنية. الأربع أبراج اتنين خاصين بالسكن البديل. السكن البديل. إنهم الأهالي اللي كانوا هناك. وقلنا لهم سيبولنا المكان نوضب ونطور وتعالوا استلموا. صح كده دول البرجين. وبرج إداري وبرج للتمليك بقى. برج وحدات سكنية وردو دي استثمارية برضو. لو في حد عايز يمتلك وحدة سكنية فيه مسلس مسبير وهي لجي له مكان إن شاء الله أحمد. والبرج الإداري دي وحدات إدارية. عيادة الدكتور. مكتب محمد. مكتب محسن. دي منطقة حيوية جداً كمان. هي بحكم إنها موجودة فوصة القاهرة على النيل وجنب مسبير ووزارة الخارجية وخلافهم. عدد إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة هناك كم سواء البديلة أو حتى الاستثماري. الوحدات السكنية البديلة 936 وحدة. الوحدات البديلة 134 وحدة. البرج الاستثماري عنده بارتفاع 23 طابق. البرج السكن البديل ده 18 طابق. البرج الإداري ده بارتفاع 15 طابق. يعني في ألف وحدة سكنية. سواء بديل أو بسطنة. الموجودين برضو. طبعاً إحنا بننهي بدأنا في 6 2019. انتهينا من مراحل الخرصانيات والمباني والعزل. وشغالين في التشتبات. وصلنا مرحلة متقدمة جداً. آه إحنا وصلنا لفين النهاردة. حوالي 85% من المشروع. الكمية البسيطة. يعني فترة زمنية بسيطة. وإن شاء الله سنكون أنجزنا الوحدات. وإحنا بدأنا في تركيم الوحدات. وإبعتنا الأرقام فعلاً لمحافظة القاهرة. لأنها ستكون مسؤولة عن التسكين. نحن نفذنا الوحدات بالمساحات المطلوبة. طبعاً النمازج الموجودة فيه عندي نمزجين موجودين للوحدات السكنية. فيه عندي نمزج وحدة غرفتين ومطبخ وحمام وصالة. وفيه عندي ثلاث غرف ومطبخ وحمامين وصالة. المساحات معلش راحبية. المساحات مساحات مختلفة. يعني كل نمزج فيه مساحات مختلفة. بناء على المساحات اللي هي محافظة القاهرة. اتفقت مع الناس اللي كانت موجودة. وكانت عاودة مرة تانية. فالمساحات اللي طلبت مننا احنا نفذناها في الطبيعة. طبعاً الناس اللي كانت موجودة برضو الدولة ما تخلتش عنه. الدولة أدتهم قيمة إيجارية. استأجرت لهم أماكن بدي. قيمة إيجارية. دفعاً قيمة إيجارية للناس اللي هم سابوا الوحدات بتاعتهم وطلعوا سكنوا في أماكن أخرى. أنا أعز أجل عن نقطة مهمة بشمهندس. احنا لو نشوف الصورة اللي احنا على شمال الشاشة دلوقتي. الأبراج اللي موجودة في العاصمة. فعفواً وهي شكل العاصمة الإدارية عموماً يعني في منطقة مثلة ما سبيرو. مقارنة بالوضع اللي كان موجود من النقيد للنقيد. يعني احنا كنا بنروح هناك في مثلة ما سبيرو. أي حد أي صحفي كان شغال في قناة أجنبية أو حتى وسيلة إعلام أجنبية. عايز يصور عشوائية تعرف منطقة كانت موجودة مثلة ما سبيرو. كنا على طول بنروح نصور هناك ونسمع الناس اللي بتشتيكي وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية الصعبة. برغم موقعهم الاستراتيجي اللي هم في وسط القاهرة وقدام ما سبيرو وجنب وزارة الخارجية وجنب مؤسسات صحفية كبيرة. المش عارف عندنا الصورة الأديمة ولا لا. لكن أكيد الناس كلها محفورة في ذاكراتنا وأبهاننا. دي الصورة الأديمة المثلة في ما سبيرو. فرق من النقيد للنقيد. يعني احنا كلنا بنتكلم على منطقة عشوائية وغير مخططة. بقينا الوقت بنتكلم على أبراج. والأبراج دي من حق السكان. من حق المواطنين اللي كانوا عاديين في نفس المنطقة. طبعا. يعني هو طبعا الوضع كان الأول كان وضع سيء وغير آمن. غير آمن تماما. طبعا احنا عادنا تخطيط المسلس. مكتب السشاري خد المنطقة كلها. وبنخطط عادة تقسيم المنطقة بالكامل. ما بين أبراج سكانية. ما بين إداري. فيه أماكن ترفيهية. فيه أماكن تنسيق موقع. فيه براكن موجودة. فيه شوارع موجودة بعروض 30 متر و 25 متر. كل الكلام ده كان مش موجود قبل كده. بحيث النهاردة أي حد هيبقى موجود في المسلس يقدر يوصل للوحدة بتاعته بسلاسة. فيه حركة مرورية داخلية هتبقى موجودة. دي كانت نقطة مهمة برضو. لأن كان فيه برضو مشاكل مرورية. أنا برضو في البراكن دي وأنا بأنشأها. برضو باخد في الاعتبار توفير مساحة للبراكن اللي هتبقى موجودة. يعني أنا في الأبراج أنا عندي البدروم. أنا عامله كجراشات. وعندي الدور الأول علوي كجراشات. فيه عندي الدور الأرض ده هيبقى زي محلات تجارية. برضو لخدمة السكان هتبقى موجودة في الأبراج. بحيث الساكن اللي هتبقى موجود في البرج ينزل تحت البرج مباشرة. هيلاجي طلباته موجودة في المحلات التجارية. عندي مجموعة من الأسانسرات عشر أسانسرات لخدمة السكان برضو يعني الموضوع موضوع الجرشات كمان دي مهمة جدا يعني صفلي وعلوي لأنه علشان ما نبقاش طورنا واشتغلنا وبعدين تسببنا في أزمات مرورية هناك لأنه ما فيش راكنا مش عايز أعمل زحمة مرورية موجودة أو أعمل ما لديش أماكن أنا أركن في السيارات طبيعة الأرض اللي هناك يا بش مهندس أول ما استلمتوا المشروع وبدأتوا تشتغلوا فيه إيه أكتر حاجة كانت صعبة أو أكتر حاجة وقفتوا كده الأول أصادها كانت محتاجة مجودة جامد أوي المياه الجوفية المياه الجوفية اللي نحن نقرأ بي إن النيل دي كانت مشكلة وإعاءة كبيرة لنا بس إحنا تغلبنا عليها الحمد لله وقدرنا أن نحن نتغلب على موضوع المياه الجوفية دي وبرضو مشكلة تانية كبيرة إن أنا إزاي أشيل المخلفات بتاعتي وإزاي أدخل الماتيريال بتاعتي في منطقة حيوية زي مخلص مسبير برضو كنا بنشتغل 24 ساعة إحنا بنشتغل برضو حاولنا أن نحن نوفق خلطات خرصانة موجودة في منطقة مسلس مسبيرو كان عندي خلطتين موجودين لخدمة المسلس من إنتاج الخرصانة اللي أنا محتاجها عشان أكبر أشتغل 24 ساعة خصوصاً المنطقة منطقة مزدحمة وفيها كتافة سكانية مرتفعة في وسط البلد هنكمل هذه النقطة لحديدة مش مهندس لكن اسمحني نروح للزميل أحمد عبد الرزق ينضم إلينا مباشرة من منطقة متلة مسبيرو بوسط القاهرة أحمد صباح الخير اتفضل يعني ارصد لنا وصف لنا الصورة عندك في متلة مسبيرو ولو عندك أي معلومات إضافية متعلقة بالعمل الجارية صباح الخير عليك همام صباح الخير منا وبصبح على مهندس نسيم أيضاً الحقيقة همام احنا على مدار العامين السابقين جينا الموقع هنا أكتر من مرة وفي كل مرة كنا بنيجي كنا بنشوف إنجاز جديد بيتحقق على الأرض وكانت معالم هذا الموقع بتتضح شيئاً فشيئاً كان زيرو واندهار دوقفين قدام وحدات سكانية مكتملة بالفعل خلينا نقول إنه بحسب تصريحات ووزارة الإسكان إنه قد يكون أبريل المقبل هو شهر العودة أو الشهر الذي أو الموعد الذي يستلم فيه سكان مسبيرو والأصليين وحداتهم السكانية بالفعل يعني الإنجاز ضخم إنجاز كبير لننتحدث عن مشروع واحد فقط كما ذكر المهندس نسيم اللي هو البرجين السكانيين اللي هم الإسكان البديل للسكان اللي كانوا موجودين هنا ولكن بنتحدث عن أكتر من مشروع بدأ التنفيذ الفعلي فيهم ومشروعات أخرى مطروحة للاستثمار على أي حال همام خلينا نتعرف على ما يحدث في موقع العمل هذه الأيام من خلال هذا اللقاء الذي يتشرف فيه باستضافة المهندس أحمد كمال المشرف على المشروع تحياتي رحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز في هذا الصباح وخلينا نتكلم عن يعني نبدأ بالعمال اللي شغالين في الموقع اللي على مدار السنتين اللي فاتوا كانوا يشتغلوا لبيهمهم شمس ولا برد ولا مطر ومن الصباح الباكة زي ما احنا شايفين منتشرين في الموقع يعني ازاي بيتم التواصل مع العمال دول واحساسهم بأنهم شغالين في مشروع قومي ومشروع بهذه الضخامة بالفعل احنا بدأنا العمل هنا بمتطور المثلث ماس بيرو من سنتين بداية من شهر ستة مستمر على مدارة الأربعة وعشرين ساعة العمالة موجودة بشكل مستمر بتبدأ من موعيد الصباح الباكر من الساعة سبعة ونص كمان من الساعة بان ما يوصل هنا الموقع بيستمر في العمل بتاعه الحد بعد الساعة ستة كوردية أولى وبعد كوردية تانية بتستمر في العمل ليلة برضو العمالة هنا بشكل دائم موجودة بتحبل العمل طبعا لأن هنا حاسين المكان اتغير المكان كان معبارة عن منطقة عشوائية تم تحولها المكان اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي حاجة عظيمة بتتم هنا على أرض ماس بيرو القيادة السياسية طبعا بتأكد وبتستمر لدعم هذه المشروعات القومية المشروع هنا يعتبر نقلة نوعية الدولة قامت بيها بحيث انها توفر السكن الآمن الملائم للمواطنين اللي كانوا موجودين هنا في منطقة مسلس ماس بيرو منطقة مسلس ماس بيرو كانت بتعتبر منطقة بعد التطوير طبعا المواطنين هيعودوا للمكان هنا هيلاقوا حاجة طبعا شكل بقى مختلف مكان آمن يقدروا يأمنوا فيها على أرواحهم وأموالهم وأنفسهم الدولة طبعا هنا بزل الجهد غير عادي في الوصول لهذا المستوى اللي احنا شايفينه مهندس احنا يمكن يوقفين في حضن المشروع وفي حضن الموقع ورايا البرجين السكنيين اللي هو الأبراج البديلة أو السكن البديلي اللي كل برج فيه عبارة عن خمس عمرار حضرتك حتكلمنا عنهم بالتفصيل ومن هنا البرج الإداري ومن هنا البرج الاستثماري حدك ذكرت انه بعض العمال اللي بيشتغلوا في الموقع هم من السكان الأصليين اللي كانوا سكنين هنا في مزبيرو ويمكن نقدر نقول انهم بيبنوا وحداتهم بأديهم حدك تعاملت معاهم؟ بالفعل في هنا بعض الناس من اللي كانوا ليهم الرغبة في العودة المنطقة مستلس مزبيرو واجدوا بعض فرص العمل داخل المشروع المشروع مشروع قومي مشروع كبير بيضم عمالها من جميع الفئات ومن جميع التخصصات واجدوا فرصة عمل ملأمة ليهم بالفعل هو حس ان هو بيبني وحدته بنفسه هو شايف هو بيبني ايه نفسه يعني هو موجود بيشغال مع الناس الموجودة شغالة في قلب الموقع شايف الحاجة اللي بيعملها النفسه يعني هو بالفعل بيبني وحدته اللي هيجي يرجع ليها خلال الأسابيع القادمة ان شاء الله طيب الواحدة اللي هيسكن فيها دي خلينا نتكلم عن تشتباتها يعني المكان طبعا اللي هم كانوا ساكنين فيه زي ما ذكر زميلي همام ويمكن شوفنا الصور مع مشاهدين الكرام حاجة يعني غير مخططة ويعني لا تصلح لقامة حياة كريمة لمواطن مصري الشواء النهاردة تشطبها عامل ازاي ومساحاتها عامل ازاي وامكانياتها عامل ازاي بالفعل المنطقة قبل التطوير كانت عبارة عن منطقة عشوائية تماما ما فيش فيها اي مظاهر من مظاهر الجمال او الرقي اللي بتتمفوك تتمتع به القاهرة الدولة ساعد في الاتجاه ده بالفعل الاعمال هنا بتتم على اعلى مواصفات فنية موجودة الناس لمسة ده بشكل واضح احنا شغلنا مكشوف الناس كلها ماشية جراحة جاية عليه شايفة ايه اللي بيتم على ارض الواقع المستوى تشتيب طبعا جوا على اعلى مستوى تم التزام بجميع المواصفات الفنية الكود المصري والعمال والمواصفات الفنية اللي احنا نشتغل بيها بحيث ان احنا نقدم حاجة للمواطن اللي راجع يفخر ببلده ويحس فعلا انه هو الدولة ما خرجتهش من مكان اللي هو كان عايش فيه لمجرد انه عايز تخرجه لا هي كانت عايز تخرجه وترجعه للمكان افضل وشكل افضل وحياة افضل من اللي كان عليها انا مشكرك شكرا جزيلا بش مهندس على كل هذه المعلومات وهذا الاضاح اذا همام هذا ما يحدث في مثلث مسبيرو وهذا ما رصدناه كما ذكرت على مدار العامين السابقين كان لنا عدة رسائل من هذا الموقع تحديدا وكنا نرى معالم هذا المكان تطرح شيئا فشيئا ويعني متحمس ان اكون في هذا الموقع في ابريل القادم عند استلام اصحاب المسلث مسبيرو او سكان مسلث مسبيرو الاصليين لوحدتهم السكنية اعتقد ان هذا سوف يكون حدثا مهما ليس لهم فقط ولكن ايضا للمصريين بشكل عام حتى يكون الامر كما ذكر دكتور نسيم فيه منذ قليل ان الدولة المصرية وعدت فاوفت عود اليك اهمام احمد عبد الرازق مرسولنا من متلث مسبيرو وشكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وشكرا للمهندس احمد وشكرا لكل العاملين في هذا الموقع وفي المواقع المختلفة من انحاء الجمهورية الحقيقة ان مشروع متلث مسبيرو مش فقط تطوير للمنطقة هو تطوير للمنطقة وللناس اللي عايشة في المنطقة وداد اهم طبعا للناس اللي سكنة في المنطقة اللي كانت سكنة في المنطقة ليس معاكم مشاهداء العزاء للحديث عن متلث مسبيرو لازال معنا ايضا المهندس نسيم الحقيقة انه وزمانة بيتكلم عجبني مصطلح او وصف انه هو بيتكلم يعني عن اعلان الحكومة المصرية عن احتماليات قرب تسليم ان شاء الله المشروع ربما في شهر ابريل القادم ده باذن الله هو بيقول انه البداية طبعا هتكون التسليم ليه وفقا لقرار الحكومة او بيان الحكومة وحيكون التسليم ليه اصحاب السكن اللي كانوا موجودين في الاول الاصليين كلمة دي عجبتني واحترمتها قوي لانه زي ما كنت بقول في الاول خالص انه قبل 2019 لما تقال انه حيبقى فيه تطوير في المنطقة دي كان فيه تساؤلات ومخاوف كتير جدا والحقيقة انه تعامل الدولة مع المواطن ساكن المكان ده على انه انت مش مواطن فاحنا بنديلك امر نقولك عن انت تفضل برا علشان احنا عايزين نطور هنا لا التعامل كان عن انك شريكي احنا شركة مع بعض احنا الدولة اللي عندنا الامكانيات والخطط والمشروعات وانت المواطن صاحب المكان هنا انت بس هتطلع برا علشان احنا نقدر نطور لك انت المكان ده فترجع مرة تانية بس بشكل مختلف وبلايف ستايل او حياة مختلفة تماما ده اللي احنا شايفينه دلوقتي على الارض يعني من 3 اربعة سنين لما كنا نقول المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي والفرق الكبير اوي الابراج الشوارع لسه كمان مع الوصف اللي بيقوله البشمهندس نسيم الجراجات الوحدات السكنية المولات التجارية كل الحاجات دي البرج السكني والبرج الاداري او الابراج السكني والبرج الاداري كل الحاجات دي لما نشوفها بقى على الارض الواقع ونقارن كده اصلايا الصور لسه موجودة الصور القديمة ونعمل مقارنة كده سريع لا اعتقد انه يعني حيبان اوي الفرق وحيبان النية الحقيقية للتطوير اللي هي مبنية على ارض الواقع واللي المواطن صاحب المكان نفسه بيشوفه ومش بعد مدة طويلة اضافة بس يا منا على عكس ما كان يروض في بداية المشروع واحداتك اكيد كنت شايفها بشمهندس نسيم انه كان بيقول المنطقة دي هتعامل لرجال الاعمال هتتباع لجنسيات مختلفة هتتباع للناس اللي معهم فلوس الدولة نفذت هذا المشروع في الاساس للمواطن بسيط المواطن الموجود وده اعظم المواطن الموجود في المنطقة اللي كان عايش في المنطقة والمواطن اللي كان عايش في المنطقة كان مواطن بسيط مواطن بالكاد يعني بيجيب يوم بيومه بيكسب يعني بيكتسب رزقه يوم بيوم وبالتالي الدولة قررت انها تعمل ده لصالح المواطن البسيط في الموجود في نفس المنطقة هذا لرجال أعمال مع أهمية طبعاً اهتمام برجال الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لرجال أعمال لكن كان البداية وكان الأساس بالنسبة للحكومة وبالنسبة للدولة الناس الأساسين للموجودين الموجودة اللي كانت تعيشة في الموضوع وأهم حاجة في الموضوع حضرتك ما كانتش فيه تعنت من الدولة يعني الدولة يعني كان فيه ديمقراطية في التعامل مع الناس بحيث كل واحد كان نفسه في التعويض كان فيه مجموعة اختارات في عندي تعويض مادي في ناس خدت تعويض مادي في ناس خدت وحدات سكنية كتعويض في أماكن أخرى في ناس قالت لا احنا عايزين نرجع مرة تانية لو في تعانوت من الدولة فاتت لا محدش يركع تانية كل وحدات سكنية في أماكن تانية زيك وزي غيرك ولكن الدولة كتحريصا هي تلبي جميع الرغبات بتاعة الناس اللي موجودة البسيطة اللي موجودة في مثلث ماسبيل المهندس نسين مسليم مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيل شكرا لحضرتك أولا وجودك معنا وثانيا شكرا لحضرتكم جميعا كل إيد اشتغلت في هذا المشروع وفي أي مشروع المشروعاتنا قومية مشكر أي فرد أنه هو بيتعاون معنا في خدمة مصر أكيد هي أنه كلمة مشروع قومي ربما البعض بيعتقد أن هي حاجة ليه علاقة بالقرى يعني ندخل على قرية كاملة نطور فيها ندخل على مدينة كاملة نطور فيها لا مثلث ماسبيل وده زي ما شرحنا وطول الوقت بنقول موقع استراتيجي مهم جدا جدا يكفي أنك على بعض خطوات من ماسبيل اللي هو المنطقة كلها أخدت الاسم منه التلفزيون المصري اللي طول الوقت وإحنا رايحين جايين عليه أو حتى اسمه بفكرنا بالريادة المصرية في الإعلام والريادة في الوطن العربي كله لينا للإعلام نتمنى طول الوقت طبعا أن كل الدولة العربية يكون فيها تقدم في الإعلام لكن ريادة الدولة المصرية في الإعلام وتاريخها بيفكرنا جدا بالاسم ده وزي ما قلنا أنه الساكن في أي مكان في مصر طموحنا أنه يسكن في حياة كريمة كاملة ومتكملة طاليق به كمواطن مصري نشوف مع حضراتكم دروقتي عرض معلوماتي في مزيد من التفاصيل عن مشروع تطوير متلث باسبيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحية لكل العاملين لكل عامل في منطقة متلث باسبيرو وكل العاملين في المشروعات المختلفة وتحية أكبر وأعظم للمواطن اللي وثق في الدولة ووثق في مؤسسات الدولة وقرر أنه ينتظر حتى يتسلم وحدته السكنية في منطقة متلث باسبيرو ومنها نتحدث عن تطوير القاهرة بشكل عام خلنا نتحدث أيضا عن تطوير منطقة مهمة منطقة تاريخية من القاهرة وهي منطقة سور مجرى العيون اهتمام كبير بتوليه الدولة ممثلة طبعا في وزارة الإسكان والمرافق وقاية المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المناطق والأماكن التاريخية اللي لها تاريخ كبير وعميق سواء في القاهرة أو في مختلف المحافظات من ضمن أهم هذه المناطق اللي بتسعى الدولة لتطويرها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون هذه المنطقة بتعدوا أو هذا المشروع بيعدوا واحد من ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفستات بمحافظة القاهرة في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها إلى ريادية المنطقة أصلا كلها يعني منطقة سور مجرى العيون طول ما حضرتك ماشي كده بالعربية وسور مجرى العيون على هيدك اليمين تحديدا انت شايف بقى الألعاء على شمالك المنطقة كلها أصلا مصر الأديمة كلها لا منطقة منطقة استراتيجية يعني استراتيجية جدا جدا كمان دي من المناطق اللي لما دخلت من فترة في التطوير برضو الناس استغربت وكلنا سألنا يعني ايه التطوير دي منطقة قديمة جدا يعني هنطور فيها نعمل ايه لكن الحقيقة انه مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون هو ايضا احد المشروعات القومية اللي الدولة المصرية اهتمت جدا بالعمل عليها والنتيجة في النهاية حطرد جدا المواطن المصري بإذن الله لانه هو ده التطوير اللي بجد اللي كلنا كنا عايزينه في كل حطة في مصر متابع معا هذا العرض المعلوماتي عن تطوير منطقة سور مجرى العيون اشتركوا في القناة ما يعرفش القيمة التاريخية والاثرية لسور مجرى العيون سور مجرى العيون هو الذي كان يستخدم لنقل الماء من نهر النيل الى القلعة طبعا ايام العصر الايوبي على ما اتذكر وبعد ذلك لاحقا ومنذ سنوات قليلة كان مقر ومكان للمدابغ في اللون الاخيرة الدولة قررت انها تنقل المدابغ لأظن لمدينة بدر وقررت انها تطور سور مجرى العيون عشان يعود مرة اخرى لقيمته التاريخية وقيمته الاثرية الحقيقة انه احنا بنتكلم دلوقتي عن موضوع في منتهى الاهمية الا وهو تقدم او ازاي يقدر اي مجتمع ان هو يتقدم الى الامام في عوامل كتير قوي بتحدد قد ايه المجتمع يقدر يطلع لقدام ويقدر يتطور والعوامل دي ليها برضو فروع منها من ضمن الحاجات المهمة قوي هي فكرة تدخل المجتمعات المدني المجتمع المدني جماعيات الاهلية الافراد المؤسسات كلها المؤسسات الخاصة حتى قطاع الخاص وبما انه عشرين اتنين وعشرين هو عام المجتمع المدني بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية اللي قالها في توصيات منتدى شباب العالم اللي كان في شهر من الشيخ الشهر الماضي الشهر اللي احنا فيه شهر يناير ففي الحقيقة انه كمان لما تتيجي بعض المناسبات او الاحداث او الايفانت اللي بتستدعي جدا تدخل وتكاتف اجهزة الدولة كلها العام والخاص والافراد والمؤسسات الخيرية وكله لموجهة ديه الاحداث بنحس هنا قد ايه مهم قوي انه كل طرف في المجتمع يكون ليه الانبوت بتاعه او يكون ليه المدخلات بتاعته يساعد ازاي كله على حدة وكل اللي يقدر عليه يعني كل واحد او كل جهة باللي تقدر عليها دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبصفاتها ايضا نائب رئيس الهلالة الاحمر المصري وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لموجهة موجة الطقس السيء الحقيقة والبارد جدا اللي بتشهده طبعا البلاد مركز العمليات التابع ليها للهلالة الاحمر بيتابع على طول حالة الطقس وايه انظمة الانظار المبكر وازاي ممكن نرسل اشارات التجهيز كل ده بيحصل بالتنسيق مع فروع الهلالة الاحمر المصري على مستوى الجمهورية عايزيني اتكلم عن تفاصيل اكتر ونعرف دور الهلال الاحمر المصري وهو دور هام جدا الحقيقة متداخل مع المجتمع المصري ويكون معانا هاتفيا الدكتور الرامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري يا دكتور رامي صباح الخير عليك اهلن وسهلا طبعا خير يا فعلة اهلن وسهلا الهلال الاحمر هو على رأس الجماعيات الاهلية جماعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي بتعمل في مصر في جميع المحافظات ما هو الضور اللي بيقوم به الهلال الأحمر المصري في مساعدة المحتاجين في مساعدة الفقراء في مساعدة المناطق اللي بتكون معرضة بشكل أكثر وأكثر كفافة لموجات التقس السيئ طيب تمام يا فندم حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا يا جماعة الأحمر المصري دي جمعية تعتبر زراع الدولة أو زراع وزارة التضمن الاجتماعي في عمليات الإنزازة والطوار دي عملية بتعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث منذ أكثر من مئة عام تقن لقرار نشأتها من أيام الملكية الجمعية دي قوامها المتطوعين يعني هو ده دور المجتمع المدني ولما ذكرنا أنه بيبقى فيه تكاتف وتلاحم ما بين أجهز الدولة المختلفة لإحتواء الأزمة بيبقى حاجة جميلة جدا الأجهزة التمفيذية وبعد كده المجتمع المدني كلما كان المجتمع مهيئ ومبارن في متطوعين وفاهمين كلما بيساعدوا على عملية احتواء الأزمة جمعية الأحمر المصري طبقا طبعا لتصفها بتعمل في مجال الأزمات والكوارث ومن ضمنها طبعا التغيرات المناخية اللي احنا بنشوفها زي السيول وزي الفيضانات وزي موجات الساقيع الحنيفة اللي احنا بدأنا نحسي بيها واللي طبعا هيبقى ليها شكل مختلف بعد خمس أو ست سنوات من الآن عشان نقدر نستغل كان لازم يبقى لينا فكر مختلف طبعا هو إنشاء غرفة أزمات وكوارث ودي أول غرفة في الشرق الأوسط نقدر نقول بتعمل من خلال المتصوئين نتم تدريبهم على مدار العمل اللي فاتت إزاي إن هما يقدر يتتبع إزاي يقدر يتصل لأنظمة الإنزال المبكر اللي مربوطة بالأعمار الصناعية ودي موجودة فئاتك كتيرة في العالم إحنا طبقا تبقى من الجماعية العالمية صاليها اشتراك في الاتحاد الدولي لجماعيات الهلال والصالي نقدر نحصل على المعلومات اللازمة نحو موجات البارد اللي هتيجي المنخفضات الأمطار ونقدر لحاجة المناطق اللي ممكن تتعرض للتغيرات وبعد كده بنيرتل إشارات الاتعداد للصوء الهلال لأنه موجودة في 27 حظة فرق الصوارئ اللي تم تدريبها برضو من المتطوعين اللي هما من المجتمع نحاول طبعا نعمل تشكيلها من المدن وحفظات القرى لشان يبقى طبعا عندنا كثفة من المعلومات وده بيسهل برضو الدخول الآمن للمجتمعات نساعدنا طبعا على طيب الفرق دي تم تدريبها وإعدادها وإطاقها الأدوات اللازمة من أدوات الحماية والبدل العزل من سائل سيول وطبعا تم ذات الرؤولي دي احنا قدرنا أن نجمع مجموعة من الناس اللي عندهم سيارات الدبع الربعية طبعا دي سيارات عالية تدريبها في الأماكن الوعرة ده بالإضافة للأسطولي دي الأحمر المصري بدأنا نضربهم على أعمال الإغاثة وأعمال تقديم الإسعافات الأولية والرق وبدأت ما بدأت دي تنتشر في الأماكن اللي احنا بتتوقع حدوث بها أمطار كثيفة وبدأت تعمل نوع من أنواع المش وبعد كده إبلاغ ورفة العمليات بعد كده بتمل تدخولات سريعة وبتعاون أجهزة المحافظة وإذا كان ليه دور كبير جدا في اليومين اللي فاته في اسكندرية بالتعاون مع جهاز تنفيذي المحافظة نحن طبعا نستغل في الواحدين نحن نستغل مع أجهزة الدولة نعم دكتور رامي العالم كله بيتجه الآن للبحث عنه وتطبيق الاستدامة في أي مشروع بيعمله وحتى الجماعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فعملها كمان تراعي الاستدامة ونتحدث الآن ومنذ فترة عن استراتيجية رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة 20-30 وأن كل عمل يعني يدرس أو يتم النظر فيه أو البدء في العمل عليه اليوم عليه أن على هذا العمل يعني أن يراعي المستقبل مستقبل الموارد الطبيعية حتى التي نستخدمها والاستدامة في استخدامها إزاي الهلال الأحمر المصري في مشروعاته النهاردة اللي بيعملها وخلينا ناخد المثل اللي احنا بنكلم فيه دلوقتي فكرة مساعدة المواطنين المصريين الاحتماء من هذا البرد الشديد طبعا أو الطقس شديد البرودة ومواجهة الطقس السيء إزاي الهلال الأحمر المصري بيعمل على اعتبار الاستدامة في المشروعات التي يقوم بعملها أو تنفيذها اليوم طبعا يا فاني محردك ذكرت الاشتدامة ودي حاجة مهمة جدا لما نصف قرارات تأسية جمعية اللي هي مبنية على المتطوعين العمل البصري هو أهم حاجة في أي منظر لو العمل البصري مؤمن بالقضية عنده انتماء للدولة اللي بيشتغل فيها الدولة البصرية عنده حب للعمل التطوعي يبقى أنت حتلاقي وده ما أكثره في مصر يبقى أنت عندك متطوعين من الشعب المصر المتطوع دوت يعني بيدينا جزء من وقته وجزء من مجهوده فيه متطوعين بيدينا جزء من إمكانيات طيب فطارت جمعية الله الأحمر المصر أنها تستقطب أكبر عدد من المتطوعين الفعالي فكده يبقى عندك اتدامة في العملية البشرية ودي مهمة جدا يتبقى بقى الاتدامة المالية الاتدامة المالية طبعا هي تعتمد على الجمع التبرعات ويعني إذا فيه برامج ومشاريع أكثر وفيه دول مانحة اللي هي طبعا مهتمة بعملية التغير المناخ لأن طبعا أي دولة بتأثر على الدولة الثانية لو لم تلتزم بمعاهدة المناخ نعم نعم أستذلك دكتور رامي بس في ثواني سؤالي الأخير لحضرتك إزاي لو أي حد بيتابعنا دلوقتي أو في أي وقت وحابب فكرة التطوع في الهلال الأحمر المصري التطوع زي ما حرق شرحت سواء يعني أن أنا أروح أشتغل بإيدي أنزل حملات مع حضراتكم أو تبرعات مادية يعمل إيه يتواصل معاكم إزاي فاند متفنم الرقم الساخن للهلال الأحمر 15-30-20 صفحة الهلال الأحمر المصري الصفحة الويبسايت فيها شرحة كل حاجة بما فيها أنظمة التبرع صفحة الفيسبوك كل دو سهل الوصول إليه بطريقة الإلكترونية الرسائل القصيرة ومتوجدين طبعا في كل يعني نقول الأنظمة الإلكترونية أنه هي تحس على التبرع شكرا لي جزيل الشكر ناظر المدير التنفيذ الأحمر شكرا جزيل أحضرك على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا في هذا الصباح والحقيقة السؤال الأخير سؤال هامية مننا كيفية تتطوع في المجتمع المصري تقريبا 50% المجتمع من الشباب والشباب هو القوة الضاربة في منظمات المجتمع المدني 70% خلاله على أقل 50% أو من 50% ودي نسبة كبيرة والركن الأساسي لعمل جماعات الأهلية بيعتمد على الشباب بشكل رئيسي تطوع عموما بيعتمد على الشباب صحيح عندنا ناس كتير بتتطوع لكن عايزين نرسخ فقافة تطوع في المجتمع سواء في جماعات الهال الأحمر أو في جماعيات المختلفة جماعيات العديدة عندنا عدد كبير من الجماعيات الأهلية طول ما هي تحت مضلة قانون المجتمع المدني وقانون الجماعات الأهلية فهي قابلة للناس تروح وإحنا نبرح وعدنا سيدا المشاهدين كل يوم إن شاء الله يوميا لغاية من 7 فبراير إن شاء الله يوميا هنتكلم عنه هنتكلم عنه النهاردة في المعرض النهاردة لسه طبع معرض القاهرة الدولي للكتاب بيستقبل عدد كبير من الزوار السنة دي يمكن أغلب الملاحظات اللي جات لنا من الناس اللي راحوا لغاية دلوقتي إنه في مشاركات مختلفة من ناس كتيرة من دول كتيرة والحقيقة إنه يعني مهم جدا إنه إحنا نعرف أكتر عن فعاليات المعرض إحنا شايفين دلوقتي مجموعة من الصور وبنشوف دلوقتي إزاي يعني المواطنين الجامعيات كلها بتشارك بدا من ضمن هذه الجامعيات جامعية سحر الحياة لدعم أبطال السرطان حضراتكم عارفين إنه في معرض الكتاب في العادي إنه بيمنع أو لا يسمح خلينا نقول لا يسمح إنه يكون في عرض لأي منتجات إلا الكتب فقط لا غير عشان هو بيقول لك طول عمرو إحنا ده معرض كتاب متخصص السنادي الحقيقة في فكرة هيلة وعبقرية ومحترمة جدا اتعملت علشان محاربي السرطان مرض السرطان يتكلموا أكتر عن نفسهم يتكلموا عن فكرة المشاركة دي المرة الأولى اللي بيسمح فيها معرض الكتاب بعرض مجهولات يدوية بعيدا عن الكتب تحت رعاية وزارة الثقافة وما أنبل هذه الفكرة أن يتم تخصيص جزء من معرض الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب علشان ندعم مرضى السرطان جمعية سحر الحياة بترفع شعار دراعي خط أحمر للتنبيه على خطورة لمس جسم مريض السرطان أو المتعافي من المرض أكدت أيضا رئيسة الجمعية أن الهدف من مبادرة الجمعية هو إبراز دور أبطال السرطان في محاربة المرض بالفن خاصة أن جميع المنتجات المعروضة من صنع محاربين السرطان وقالت الأولى في المشاركة بالمعرض وأغلب المنتجات معاد تدورها وجميع المشاركين بتفراوح أحمرهم ما بين 11 سنة لـ 70 سنة الحقيقة أن معرض الكتاب بالإضافة إلى أنه متخصص في بيع الكتب وعرض الكتب لكن أيضا هو بيشمل وبيتضمن فعاليات مختلفة سواء فعاليات ثقافية وفنية من قبيل الندوات والاجتماعات وخلاف أو حتى مبادرات تطوعية مبادرات زي مرضى السرطان اللي احنا بنكلم عنها أو حتى يعني يمكن الأستاذ ناشو الحوفي من كم يوم يعني منها كانت بتعرض فيديو معرض الكتاب عن فرقة موسيقية كانت بتقدم عرضها لزوار معرض الكتاب وأظن هي مناسبة جيدة جدا لزوار معرض الكتاب أنهم يشوفوا عدد من الفعاليات المختلفة سواء التطوعية أو حتى المتعلقة بالثقافة والفن طيب الخبر ده اللي جاي ده وده الخبر الأخير اللي حناختب به مع حضراتكم النهاردة خبر لكل عشاق القهوة لما حد وانت بتشرب قهوتك كده لما حد يقول لك إيه القهوة اللي بتشربها دي بلاش قهوة دي خطر على الصحة أقول له لا 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 أنا آسف دلوقتي الدراسات الحديثة أكدت ومازالت تؤكد على فوائد القهوة احنا عارفين طبعا إنه القهوة بتفرفش وتصحصح والحاجات دي كلها المفروض المفروض إنها بتصحصح في ناس بتشرب قهوة وبجد على فكرة أنا ما بتصهرنيش ما بتنيمنيش لكن ما بتصهرنيش طيب المفروض إنه كوبية قهوة يوميا لو الاستمرار عليها ده بيساعد بشكل كبير جدا على زيادة التركيز موضوع التركيز ده والأنرجي ويديلك طاقة كل الحاجات دي عارفينها لكن الجديد في الدراسات اللي عايزين نتأكد منه من المتخصصين إنه وده اللي قاله موقع هلفلاين الطبي إنه فويد القهوة بقت كتير قوي منها تنشيط القلب والكبد وزيادة التركيز مع فقدان الوزن أو المساعدة على فقدان الوزن عشان هي بتزيد من معدلات الحرق في الجسم وده طبعا بيسبب احتواء على الكافين المنبه والقهوة بتساعد على رفع مستوى الكفاءة العقلية وبتساعد أو من التخلص من الشعور بالإرهاق والتعب وإلى جانب طبعا ارتبطها من خفاض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر والباركنسون وده طبعا وفقا لما أشار إلي الخبراء في دراسات سابقة عن الأهوة من فويد الأهوة أيضا التخلص من الإرهاق وحماية المخ والوقاية من مرض السكري وفقدان الوزن والتخلص من الأفكار السيئة والحفاظ على صحة الكبد أنا موضوع التخلص من الأفكار السيئة دي أعتقد أنها طلعت منهم بره شوية بس هلتأكد اللي بيشربها دايما بيكون عميق دايما بيكون عميق فبيدخل في نقو وصوصا في الشتاء مع غري فيروز مش كده طيب بيدخل في نقو بس في نقطة نقطة مع الأهوة الأهوة الوقت ما بقيتش أهوة واحدة بقت في أهوات كثيرة أنا كنت عايز أسأل على ده والله عايز أسأل على السؤال هل أنهي أهوة تحديدا أحنا من عربش أيوة دايما نسأل بيقولك فوائد القهوة أيوة اللي هي البن التركي بتاعنا العادي ده ولا الأهوة العربي ولا الأهوة العربي ولا الأهوة الخضرة ولا النسكافيات مش هنقول بأنواة معين النسكافيات هتفين هتفين معنا ضفنك كريم الأستاذ الدكتور عمر الحديدي أستاذ أمراض القلب والأواعي الدموية يا صباح الفل يا دكتور على حضرتك يا صباح الخير زي حضرتك إيه حكاية فوائد القهوة إحنا من سنين عارفين إن القهوة العالم والطب قالوا لا ما هيش مضرة زي ما الناس متخيلة هي مفيدة بس كل شوية بنسمع على فايدة جديدة لها آخر ما توصل لي العلم إيه في فوائد القهوة هو طبعا حديديك عارفة إن القهوة من حاجات اللي بتتمشف التورة طبوية دي حاجة مهمة جدا وبالتالي بتنظم كفاءة القلب وعضلة القلب والنم الحاجة اللي تعملت طبعا تدرست على الكافي نيتل مش التي كافي نيتل طبعا الكافي نيتل اللي فيه الكافيين وده اللي أثبت إنه الكافيين دي فايدة الحاجة التانية صناعة القهوة لأي نوع هي المهم القهوة نفتح ما هيش طريقة احنا بالكلم على القهوة التوركي يعني التوركي بتاعتنا البن بتاعنا العادي ده لا لأي قهوة يعني القهوة والإسبريسو والإسبريسو والنسكافي كلها هو اللازم كافي نيت مش دي كافي نيت لأن الكافي نيت ده هو اللي فيه الأهوة تمام الفكرة إنه لما عملوا الدراسة لقوا نسبة من هبوط القلب أقل في الناس اللي بتشرب قهوة من الناس اللي ما بتشربش قهوة دي حاجة نفضلها قد دقاء دكتور يعني يشرب كام كبافي اليوم بص حضرتك هو الإكثار هم يعني لسه الزوات بيزنقشوا موضوع العدد لكن الإكثار من أكثر من اثنين لا يمثل مشكلة لأنه بيتبعوا بعد كده زيادة في ضربات القلب وتبقى ساعات في مشكلة بالضايق اللي بيشرب قهوة أو اللي عنده مشاكل تانية في القلب فعلا يعني معنا بسيجي الاعتدال الاعتدال في ناس بتحبها زيادة ونسحة مصبوط أو سادة يعني الأفيد إيه لا هو ملاش علاقة بالزيادة أو كده والسكر برضو زيادة والحاجات دي إذا أنت بكل الوقت قلت في كلامك إنه بيعمل تخليص ضايف مفتو تنديدا لضايف لأنه بيزود الحرب وده مفيد للقلب ومفيد للصحة العامة عامة أنا القهوة بتسديلي نفسي في ناس القهوة بتسديلها نفسها هي بتعمل فعلا بتزود الحرب وبتقلل الإحداث بالجوة طب سؤال آخر يا دكتور معلش أنا عارفة تخصص حضرتك القلب والأوعيات دموية بس حضرتك أستاذنا طبعا ودايما بنستفيد من الحوار مع حضرتك الزهايمر والباركنسون من الأمراض الصعبة قوي قوي الحقيقة هو الشلل للرعاش هل فعلا إنه كمان الدراسات قالت إنه المحافظة على تناول القهوة يوميا بمعدل كوب أو اتنين في اليوم بيقلل من خطر الإصابة بهما هو بيقلل لأن حركة زي ما عندي حركة عرفة إن هي تعتمل على الدورة الدموية الدورة الدموية منها دورة الدموية وبالتالي تنشيط الدورة دايما بتخلي الخلايا المخفية في حالة مرشطة والاستعداد وبالعكس لذي حدث كمان الحالة المتجية أستاذ الدكتور عمر الحديدي أستاذ أمراض القلب شكرا جزيلا لحضائك على كل هدي تفاصيل وعلى وجودك معنا في هذا الصباح والنهار دا عرفنا معلومة مهمة أنت مش شاريب أهو أنا لاحظ أنا مش شاريب بس ممكن نشرب كوباية في اليوم أو بس تبتشربها هو فرانسوي هو فرانسوي اللي هي العايز يعزمني يا جماعة يعزمني على شكرا جزيلا لحضارتكم بكده نكون وصلنا لانهاية حلقة اليوم من هذا الصباح شكرا لحضارتكم على طيب المتابعة وشكرا جزيلا لك يا ماما هتفرجع المتش فينا النهاردة في البيت أساسيا والوحبة هتفرجع من البيت في المتشاط المهمة هتفرجع هتفرجع كل 3 داية وأسألك سؤال متعلق بالمتش بلوك بلوك شكرا لك يا ماما نشكر حضارتكم على طيب المتابعة وإن شاء الله يا رب يا رب النهاردة منتخبنا الوطني يفرح قلوبنا إن شاء الله تكون نتيجة مرضية لنا كمصريين جميعا إن شاء الله نشوف حضارتكم غدا في تمام الثامنة صباحا في لقاء جديد من هذا الصباح على شاشة أكسترونيوز ودمتم في أمان الله